اهلا متابعي اوفر جيمز هنا كيفكس وان في الفيديو ده هكلمكم عن حدس جي فورس جراج ولي قدرنا نحضره ناس كتير جدا قدمت فيه بس مادروش يحضره نظرا لان العدد كان محدود جدا اللي حرس من تنظيم انفيديا في احدى مقارات عرب هارد ويرد بمصر اللي حرس ازاي يعتبر البداية اللي هتخلي الشركات الكبيرة تبص المصر ولل المستهلك المصري وللجيمر المصري عموما بطريقة مختلفة وجديدة وتديهم بعض الاهتمام محمد احمد ممثل انفيديا في مصري اللي قدامكم في الفيديو ده بدأ يتكلم مع الجيمرز اللي حضروا وبدأ بعرض البي سي جيمرز على مستوى العالم واللي بيصل لتواتمائة مليون جيمر ومنهم متين مليون بيفضلوا انفيديا وبعدين اتكلم شوية عن اللعب اللي هتصدر قريب زي زاوية شارس 3 والد هونت وباتمن اركم نايت وشوفنا الجرافيك بتخنيات انفيديا الجديدة واللي كان مزهل جدا وعرضينا خدر الكروت شاشة مكشويل اركيتيكشر وخدراتها الجبارة في انظمة الشاشات المتعددة وتكلم برضو عن شاري بلاي اللي كتير منا جربه والخاص ببرنامج جي فورس اكسبرينس واللي بيخليك تسجل فيديو في اللعبة اقل خسارة للإفي اس ممكنة ولو نسيت اسجل وكنت بشغل خاصية شاري بلاي هجيب لك تسجيل لاخر عشرين ديئا اللي تلعبتهم وبرضو تكلم عن خاصية دي اس ار او دينامج سوبر ريزيليوشن واللي بتخليك تلعب على دقة فور كي حتى لو شاشتك اقل من جدا وده خلى عدد كبير جدا من اللعبين يغربوا ويلعبوا على الدقة العالية دي ولما تتكلم على التقنيات الخاصة بالنفيديا ما يفعش نلسا جيم ووركس واللي بتقدم امكانيات كتيرة لمطوري الالعاب لما يستخدموها هتدي مؤسرات بصرية وجرافك افضل واللي تدعمها روكستار ويوبي صوفت وغيرهم من الشركات ومن العلعاب اللي شفناها فيها بعض المزايا دي زي جرانسي في اوتو بي من خلال تي اكس اي 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 هو نوع من انواع الانتي الايزينج الخاص بالنفيديا وبي سي اس اس واللي بيحسن الشالوس جدا ويخليها بتفاصيل اكتر واحسن وشفنا برضو تقنيات دي في لاعب تاني زي داينج لايت وثا كرو فار كراي فور وواتش دوكس وأسانس كريد يونيتي اللي ازهلتنا بكون لنا بالجرافك والمؤسرات البصرية الرائعة بغض النظر عن بعض رأيوب فيها بعد ما العرض الجميل تخلص ووزهوا علينا ورق امتحان فيه اسئلة عن حاجات تقنيات خص كروت انفيديا عدنا نحلها واحنا بنأكل البيتزا وشربنا العصير وكله كان زي الفل بعدين بقى بالورا دا نفيديا عملت ساحب عشوائي على كرتين جي تي اكس 960 اللي الكرت الواحد منهم بألفين وموتين جنيه ما علينا بعد ما عملوا الجي فاوي دا عرب هاردوير برضو عمل الجي فاوي على ماوس جيمينج وبعدات ومراوح تهوية والحمد لله مكسبناش منهم اي حاجة بس مهمة بقى ان الكل الحاضرين وزاوا عليهم سريالات لزاويشارد 3 وباتمن اركام نايت واللي ممكن تكسبهم مع بعض لما تشتري كارت الشاشة جي تي اكس 970 او جي تي اكس 980 عن طريق الحارس دا انفيديا عايز تزاوي تسوقها في مصر عن طريق تقديم دعم للبيسي جيميرز واللي هيبقى فايدة لسوق المصر كله للجيميرز عموما واللي حارس دا انفيديا ناوية القراره ثاني والهدف انه يبقى مرتين كل ربع سنة وكل لحضر الحارس دا هيخده دعوات ليزيبشن جيمز ويك واللي هيبقى الشهر اللي جاي واللي ميزانيته تبقى ضخمة جدا لانه اكبر حارس خاص بالجيمز ويحصل في مصر واللي هيغير نظرة العالم للجيمير المصري انفيديا ناوية تظهر فيه قوة جدا واحنا برضو هنبقى هناك من فاش نفوت حاجة زي دي لو ناوية تحضر معنا الحارس دا قدناها في التعليقات تحت وهنقول لكم حاجات عنه تفاصيل اكتر اسبوع اللي جاي ان شاء الله اشوفكم بقى الفيديو الجاي وبيس او